اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين ثم اما بعد احبتي في الله وحييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله عبر شاشة دبي الفضائية ونحن مع الحلقة الثانية في هذا البرنامج الجديد الانسان والقرآن او القرآن والانسان حييتم جميعا بتحية الاسلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالح اعمالنا احبتي في الله ان الانسان الله هو الذي خلقه والله سبحانه وتعالى اعلم بما توسوس به نفسه وهو سبحانه اقرب الينا جميعا من حبل الوريد وبالتالي لنستطيع ان نصف الانسان اي صفة تخرج عن حدود ما وصفه رب العباد في القرآن فهو اعلم بنوازعه ونوازغه ونفسيته وقلبه ونفسه وروحه وجسده وعقده لانه هو الذي خلق ولذلك عظمة الاسلام ان فيه يعني في التوصيف الصفات الثلاث يعني نظرة القرآن للانسان عبارة عن نظرة فيها الشمول وهذه صفة القرآن العظيمة ثم صفة العمق ليست فكرة يعني قشرية ذائبة او معقتة ثم صفة التوازن ما بين يعني وصف الحق وصف الباطل وصف الخير وصف الشر الانسان في حالاته العليا والانسان في حالاته الدونية العجيب ونحن الجميع نتعجب من ان الانسان الاول وهو ابونا ادم لم يرحب به في بدء تكوينه من قبل نوع خطير من المخلوقات خطيرا مهم وهي طائفة الملائكة كانت هذه الطائفة النورانية متشائمة من الانسان الاول او متشائمة من الانسان متشائمة من ادم وبنين متشائمة من طبيعة هذا الانسان الذي سوف ياتي الذي لم تكن الملائكة تدري عنه شيئا ابدا الله عز وجل قال الله عز وجل للملائكة من باب الاعلام والانباء والوح اني جاعل في الارض خريفة اذا بالرد العجيب من طائفة النورانية طائفة ما وجدت الا لعبادة الله حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقص عن البيت المعمور وهو البيت الذي لو وقع منه حجر لو وقعه على سقف الكعبة هذا البيت المعمور يصف النبي صلى الله عليه وسلم يصفه ويقول يدخل فيه كل يوم سبعون الف ملك لا يخرجون الى يوم القيامة منذ ان خلق الله في السماءة يدخل هذا البيت المعمور كل يوم سبعين الف هؤلاء السبعون الف لا يخرجون الى يوم القيامة الاف قيام لا يركعون الاف ركع لا يرفعون الاف سجد لا سبحان الله في هذا الوضع ما في السماء موضع اربعة اصابع الا وفيها جبهة ملك ساجد يسبح بحمد الله حتى اذا حشروا بين يدي الله عز وجل يوم القيامة قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك هذه المخلوقات النورانية ظنت ان العلة من الخلق او العلة من وجود مخلوقات هي عبادة الله وتسبيح الله وتنجيد الله وهذه الصفة او هذه العمل تقوم به الملائكة فما الحاجة الى مخلوق جديد هذه القضية فابدت الملائكة عدم رغبتها في وجود هذا المخلوق اتجعل فقاله اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك اذا يعني هذا المخلوق الجديد سوف يأتي قد يسفك الدماء قد يؤذي قد يتعدى على الاخ سبحان الله لم ترى الملائكة سبحان الله يعني احفاد هذا المخلوق او احفاد الانسان الاول وهم يقتلوا بعضهم بعضا ويفتري بعضهم على بعض ويهتكوا بعضهم حرمات بعض ويسلبوا بعضهم اموال بعض ويظلموا بعضهم بعضا ولم يرى سبحان الله او لم ترى طائفة الملائكة هذه الطائفة الخيرية او النورانية سبحان الله لم ترى ميزاني التسليح 2006 ميلادية 763 مليار دولار للتسليح يعني القضاء على الارض عدة طرات او على الارض وما فيها ما قرأت الملائكة هذه الاحصائية لم تقرأ الملائكة ان احفاد هذا المخلوق في بعض البلاد اول امس تطيرها 41 مليار دولار لملابس الكناب سبحان الله بعض الدول المتقدمة تنفق 41 مليار دولار على ملابس الكناب في الحفلات حفلات الكناب يعني سبحان الله لم تقرأ الملائكة هذه الاحصائية ورغم ذلك قالت اتجعل فيها من يفسد فيها ويسك الدماء سبحان الله ما رأت الملائكة ان بعضا من احفاد هذا الانسان الاول سوف يعصي رب العباد يقول رب العباد صلوا البعض لا يصلي لا تشرب الخمر البعض يشرب الخمر لا تتعامل بالربا يتعامل بالربا لا تغتب اخاك يغتب اخاك سبحان الله دخل رجل على الحسن البصري يغتاب رجلا عنده فقال البصري لهذا المغتاب هل شاركت في فتوحات فارس والروم قال لا قال هل شاركت في فتوحات شمال افريقيا قال لا قال هل شاركت في فتوحات الهند والسند وما وراء النهرين قال لا قال عجبا سلم كل هؤلاء منك وما سلم منك عرض أخيك المسلم سبحان الله بغيا علينا وجبنا عن عدوكم لبئس الخلتان البغي والجبن يعني عندي أنا سبحان الله يعني أسد علي وفي الحروب نعمته سبحان الله هكذا ما رأت الملائكة هذا الإنسان الذي تشاءمت من بداية خلقه في أن يكون كذلك ما رأت الملائكة إنسانا يتعدى حدود الله عز وجل ما رأت الملائكة يعني دولة تعتدي على دولة أو إنسان ينتصب بيت إنسان أو عم يظلم أبناء أخي خالا يهجر أبناء أختي ما رأت الملائكة عقوق ولد لأبيه عقوق فتاة لأمها لم ترى الملائكة كل هذا فما الذي جعلها تقول تجعل فيها ما هذه النزعة تشاؤمية قاست الملائكة فيما يرى عقلي الصغير وعلمي المحدود وأن رجل يعني أحبو على مدارج العلم متعلما وما يزال الرجل يتعلم ويتعلم فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل سبحان الله قال يا أبا حنيفة لما كتب كتابه في الفقه هذا هو الحق الذي لا باطل معه قال عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه أن أخلط ما بين يعني النخبة وما بين سبحان الله السوقة المهم فقاسة الملائكة أن المخلوق الجديد هو عبارة عن صورة من المخلوقات السابقة ما هي المخلوقات السابقة مرقب لآدم هناك طائفة الملائكة بطائفة خاصة يعني لا يعصون الله ما أمرهم لا يخطروا ببادهم معصية لا يخطر ببادهم نوم لا يأكلون لا يشربون ملائكة من طراز نوراني سبحان الله خلقهم رب العبادة هكذا سبحان الله وبعدين رأوا عالم الجن عالم الجن يفتري الكبير في الصغير ويظلم الكبير الصغير ويفتك القويب الضعيف ويبطش القادر على غير قادر هكذا دي طائفة الجن هذه طائفة الأولى من ما رأت الملائكة مخلوقا نوع من المخلوقات خشية أن يكون مخلوق جديد على نفس المنوال طائفة أخرى عالم البحار عالم البحار في الحوت الكبير يأكل السمك الصغير سمكة القرش تأكل السردين الصغير مثلا يعني هكذا فرأت طائفة أخرى من عوالم أو مخلوقات يبطشوا بعضها ببعض أيضا هناك عالم الغابة أو عالم البراري عالم الصحاري الأسد المفترس يأكل الأرنب الصغير النمر المفترس يأكل كذا الغزالة سبحان الله يعني قضية افتراس الكبير للصغير كما يصنع بني البشر اليوم المهم هذا الافتراء سبحان الله الذي بين يعني أو الذي وضح بين المخلوقات السابقة للإنسان الأول أبونا آدم يعني قاسة الملائكة نفس القضية وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون طيب نعود خطوة إلى الخلف الخطوة التي إلى الخلف الله عز وجل خلق هذا الإنسان من سلالة من طين لماذا أي المعيار أو النتاج التي أخذها أنا كبني آدم من أن أبي آدم وأنا كذلك كأبي خلقت من تراب تراب عليه ماء الله خلق كل شيء من ماء سبحانه وجعلنا من الماء كل شيء حي الماء مع التراب وبعدين صر صلصال وبعدين حمى مسنون وبعدين صلصال كالفخار وبعدين صار بشرا سوي طيب لماذا أول شيء لكي يكون متواضعا حتى إننا عندما نلحد ميتنا أو يلحدنا أهلونا في قبورنا يهيل علينا التراب مرات ثلاث أول مرة يقول الذي يدفن الميت أو يدفن الميت أو يدفن في مكانه في قبره منها خلقناكم وفي الحسية الثانية حفن الثانية من التراب حفن الثانية وفيها نعيدكم وفي الثالثة ومنها نخرجكم ثارة أخرى إذن أنا من الأرض ولابد أن أعود إلى الأرض إذن لا داعي كما قال لقمان لابنه إنك لن تخرق أو لا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا يا ابن آدم لو غرتك قوتك فلما استحكبت فيك شهوتك ولو غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا طالما أنك لا تستطيع أن تتحكم في النوم النوم لما يهجم علي النوم سلطان إذا جاء نامة الرعي أنا فورا سبحان الله فعلم التكبر فأول شيء المدلول أن هذا من سلالة من طين كي لا يتكبر على خلق الله هذا هو الأمر الأول الأمر الثاني كي يستطيع أن يعيش على الأرض التي يخلق منها الأمر الثالث تنوع الخلق يعني من آيات اختلاف ألسناتكم وألوانكم يعني اختلاف ألسناتكم يعني هل قضية اللون يعني أبيض وأسود وأحمر وأخضر قضية التصرفات التصرفات سبحانه التصرفات هذه نتيجة ذرة فلان جاءت من ذهب خالص كلما دخل في مشكلة سبحانه ظاهر عظيم يخرج بعد المشكلة أقوى مما كان قبل المشكلة هذا من نوع آخر حجر جيري دايما حجر ناري دايما متأهب للهجوم واحد ثالث تربة طينية تزرح فيه خير ينبت خير زي الولد الصالح البنت الصالحة سبحان الله لكن بقية الأصناف سوف نراها إن شاء الله رب العالمين وليس قلوا معنا كي نعيش مع الإنسان الأول مع أبينا آدم ونرى ماذا صنعت ذريته ولماذا قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسرك الدماء ونحن نسبع بحمدك ونقدس لك كونوا معي إن شاء الله بعد الفاصل أهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن الإنسان الأول وكيف لم ترحب به الملائكة في بداية الأمر ورأت أنه نوع مطابق للأنواع السابقة أو مستنسخ من الأنواع السابقة أو صورة مكررة يعني دا عرس لكلمة مستنسخ هذه إنها صورة مكررة من المخلوقات السابقة التي يبطش بعضها ببعض ويفتري بعضها على بعض ويتعدى بعضها على الآخرين لكن رب العباد عز وجل يعني وهو الحكيم الخبير ألا يعلم من خلق سبحانه وتعالى يعني فإذن يعني يعلم أن هذا المخلوق نوع أو طراز خاص من المخلوقات قال إني أعلم ما لا تعلم إذن من طين هذا الإنسان الذي من الطين قلنا أنه أنواع التربة الأرضية عملوا تحليل للتشريح الفيسيولوجي للإنسان أو التشريح يعني للإنسان وجدوا أن الإنسان يتركب بالنفس عناصر الأرض نفس عناصر الأرض الستة عشر هو نفس الإنسان مكاوم منها ولكن لما خلق الله آدم قال يا جبريل ائتني بقبضة من بقاع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض التي أتوا منها منهم بطيء الغضب سريع الفي يعني فين حليم يعني بطيء الغضب حليم سريع الفي يرجع بسرعة تذكره يذكر زي واحد زي عمر بن الخطاب لو كنت عنده ساعة غضبه قال بلال هذا يعني لقرأت عليه شيء من القرآن فأسكننا به من الغضب خرصة المسألة إذن لما تقرأ عليه يعني سبحان الله طيب وفيهم سريع الغضب سريع الفي عصى بشوي يعني انك ايه يغضب بسرعة ولكن يقولوا ده قلبه يعني أبيض يا فضلت الشيخ يعني يرجع بسرعة يعني مقبول أو نصف مقبول يعني مش عايزين حد سريع الغضب وبعدين لأن العربي بطبيعته سريع الغضب وذلك ما نتاج الطلاق التي نراها في البلاد العربية الإسلامية إلا من سرعة الغضب يعني قال العربي يعني هذه الجملة التي سوف أقولها هي عربية قح فصيحة يعني أنت تأق وأنا مأق فمتى نتفق يعني أنا سريع الغضب وأنت سريع الخطأ يعني أنت تغلط تطير عفية وأنا أغضب بسرعة فمتى نتفق نتفق متى إن شاء الله أنا رجل خطاء أو أنت رجل تخطئ فيها كثيرا وأنا رجل أغضب سريعا فمتى نتفق فتخال من الزوج وزوجة بهذا الشكل ففيهم يعني سريع الغضب لكن سريع الفي ومنهم سريع الغضب بطيء الفي هذا سيء حدث اسوأ واحد سريع الغضب يغضب بسرعة فيه لما فلان زي بعضه عشان خطر ناضي زوج تكده ام اولادك يا سكير ارضي بالراجل يعني فيه مشكلة كله من اضعب ابدا فيه نوعيات لان ده يبدو خلق ايضا ذرته من حجر جيري او حجر صوان ولعاذ بالله جرامي جاث قوي يقول لك دماغه زي الحجر طب بعدين سبحان الله العظيم صحيح العلماء قالوا لا تكن لينا فتعصر ولا تكن يابسة فتكسر ولكن الوساطية في كل شيء حتى في العبادة وفي التصرفات فسبحان الله ومنهم بطيء الغضب بطيء الفي يعني يغضب فيه لما يغضب لكن لما يحب يرجح فيه لا خلاص كلان اغرق عليه الباب لا تدخلوا عليه المكتب لا ازور والعاذب الله هذه كلها صفات غير طيبة افضل واحد بطيء الغضب سريع الفي احسن واحد يحبه الله والرسول والممين واحد يعني فين لما يغضب حليم وبعدين لا اله لله لما يرجح يرجع بسرعة رجع اذا ذكر رجع اذا ذكر والكاظمين الغيظ هارون الرشيد قال كظمت غيظي قال امير الممين والعافين عن الناس قال له عفوت عنك لما الابريق وقع من ايد الولد الغلام على يد هارون فهارون الرشيد وايها يعني احاكم كهارون يعني يا مئو الكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قال له العافين عن الناس قال له عفوت عنك قال له والله يحب المحسنين قال له انت حر دواجه الله عايزين العينات دي نحن نريد في بيوتنا عايزين نعود الاطفال والبنات الاولادنا يعني على قضية ما يقدرش بالسرعة دايما في ناس يعني جاعد متحفز عارف القط والفقر نحن عايزين يعني نفوس طيبة يعيش يعني يعني انا يعيش في مساحة الخير الذي في الطرف الاخر وكل واحد شنه فيه جانب خير فيش انسان شيطان مريد الا ابليس العذب الله ده شيطان ليس فيه خير والملائكة كلهم خير لكن ابن آدم فيه جانب خير وجانب شر جانب الخير من الملائكة اذا تغلب على جانب الشر يكون اللي يج будете واحد 80% حسنات يقول دا عند الله افضل من الملائكة ليه لان تغلب في جانب الخير على جانب الشر والانسان اللي يجي عنده والعاذ بالله جانب الشر اكثر من جانب الخير يجي عنده 60% عيوب و40% حسنات هذا اسوء عند الله من الشيطان فمن غلب خيره شره صار خيرا عند الله من الملائكة ومن غلب شره خيره صار عند الله اسوء من الشياطين نسأل له السلامة نجد لأبونا آدم لما خلقه رب العباد من تراب من طين كي يتواضع ولا يتكبر لماذا؟ لأن ابن آدم طالما من التراب لا دهلا يتكبر إذن قضية الطبقات الغرب والآخر عملها دي مش موجودة في الاسلام ربنا رفع الناس فوق بعض درجات في العلم درجات في العلم أما في الناس السواسية كأسنان المشت لا فضل العربي دي قاعدة الاسلام قاعدة الاسلام كلكم لآدم وآدم من تراب رحم ينجب ولد نبيل ورحم ينجب ولد خامل لا كلنا في الولادة السواه ده ابن تسعة أشهر أو سبع أو زي ما قضى يعني في بطن أم لما نزل إلى الدنيا نزلنا متساويين نزلت عريانا وآخر يومينها عريانا نتفضت بالتقوى وصلتنا بالله وخدمتنا للمسلمين وللإسلام وللمجتمع الإنساني هذا هو الفرق أما تقول لي أن الفرق عشان ده ابن فلان وده ابن فلان سبحان الله يا عباس يا عم رسول الله اعمل لا اغني عنك من الله شيئا يا صفية يا عمة رسول الله اعملي لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمة يا بنت محمد اعملي خذي ما شئت من ماري اعملي لا اغني عنك من الله شيئا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ابن فلان وابن فلان ابن فلان دي في الاخلاقيات والله خير لما يحفظ ما بين النسب والعمل خير وبركة نحن رأينا الى البيت وما كانت الى البيت لنسبهم وقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظمت هذا سبحان الله العظيم القرابة ثم بالعمل فعمل هؤلاء من فضل الله عز وجل اضاف اليهم نسبا طاهرا وعملا صالحا اما واحد يبطل به العمل ماذا يصلحه النسب اذا انا منسب لالبات المتكبر متغطرس ولعاذ بالله عمل منظر على الناس ابدا ابدا لا فضل لعربية هذه القاعدة هذا اعلان حقوق الانسان الاول في حجة الودع كلكم لادم وادم منتراب هذه القاعدة ابونا ادم وابونا حواء خرصت امتهت طيب فعلا اذا خلق الله ادم الانسان الاول وبعدين ظهر له سبحان الله العظيم واسكنه الجنة بعدما خلق الله عز وجل ابانا ادم كان من ارادة الله وفضل الله ان يؤنسها كيف يؤنسه بان يوجد له من جسده ومن نفسه مخلوقا اخر يعني خلق ايه يعني وخلق منها ايه زوجها الجزء الثاني لتعمير الكون خرجت حواء من ادم فاصبح ادم من تراب وحواء من كائن حي رحة عاطفة حواء مقدمة على عقلها خلي بالك انا اكلم هذا لابنائنا من الازواج واكلم هذا ايضا لبناتنا من الزوجات يعني صحيح انتو مخلوقات من كائن حي تريدنا الرقة وحسن التعامل وعملوا احصائية عالمية وجدوا ان المرأة الزوجة يعني او المرأة الام البنت تحتاج كل يوم الى خمس مجملات وده يمكن كلام يغضب ابنائي واخواني من الرجال والازواج يقول يعني كيف يعني ادلل فيها خمس مرات ياخذ بعد كل صلاة يقول لك انه طيب ايه المشكلة ياخذ يعني النفر جدا ان ده ثبت علميا وبعدين ما اما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كانت عائشة تسأله متدللة عليه كيف حبك لي يا رسول الله فيقول كالعقدة كان كل كم يوم تسأله كيف حال العقدة يا رسول الله هل هذا كلام فيه في ضرب في ضرب ليس فيه ضرر سبحان الله ليس فيه هذا ضرر سبحان الله فجاءت حواء من آدم فانا انصح الزوج العربي المسلم بالذات العرب اخواننا من غير العرب عندهم رقة بالنساء احنا العرب يدوا طبيعة جبالنا وطبيعة تركيباتنا الصحراوية ركبت فينا اشياء معينة لكن انا اقول الاسلام غيرنا وبدلنا وحسننا واقامنا على الطريق ونصبح مفضلين عند الله بتطبيقنا بدين الله عز وجل اعرف مفتاح زوجتك وابنتك وامك ان مفتاحها بسيط كلمة طيبة كلمة طيبة فقط هي لا تريد منك الا كلمة طيبة فيها مجاملة حتى يباح ان تكذب عليها لو كانت يعني دميمة وتقول لها انت ملك الجمال العالم يقول العلماء هذا ليس بكذب فانظر الى عظمة الدين في رعايته لحفاظ على العلاقة بين الرجل والمرأة اما ادم وحواء كيف سكنوا الجنة واين هذه الجنة وكيف اكرى من الشجرة وما الذي جعلهما يعصيان الله هذه قصة الانسان الاول كنوا معي بعد الفصل ان شاء الله نقمل حياة ابينا ادم هو زوجه الاولى او زوج امنا الاولى حواء امنا الاساسية في الجنة وهل هي جنة الرضوان التي وعد المتقون ام انها جنة اخرى هذا مدار حديثنا بعد الفصل ان شاء الله كنوا معي اهلا بكم وسهلا مرحبا بكم احبة في الله مرة اخرى ونحن نعيش في هذه الحلقة مع ابينا ادم الانسان الاول في هذا الكون ومع امنا حواء التي خلقها رب العباد سبحانه وتعالى منه ثم اسكنهما الجنة طبعا العلماء على رأيين في قضية الجنة رأي يقول انها جنة الخلد الذي وعد المتقون هذا رأي ولهم ادلتهم هناك رأي اخر يقول ايها جنة عبارة عن حديقة منسر فيها كل الوان المعيشة للانسان البدائي الاول الذي حاجاته بسيطة وسهلة ومعروفة وانا اميل الى هذا الرأي لماذا؟ لأن الجنة التي وعد المتقون لا عصيان فيها وقد تم فيها العصيان الجنة التي وعد المتقون لا يدخلها الشيطان وقد دخلها الشيطان الجنة التي وعد المتقون يقول ربنا عنها وما هم منها بمخرجين سبحان الله لا يخرج منها سبحان الله ولكن آدم وحواء اخرجوا منها إذن طبعا اثبتت كثيرة لكن أنا أضرب لضيق الوقت في الحلقة إذن هي جنة حديقة ويسر فيها كل أنواع الحياة التي يستطيع أن يعيش الإنسان الأول أبونا آدم مع زوجه حوا الله عز وجل كأنما وضع أبانا آدم وأمنا حوا في هذا المكان كمرحلة تدريبية كي يتدرب كيف يتعيش هذا المخلوق مع بقية المخلوقات سواء من الملائكة أو من الجن أو من الشياطين أو من الشياطين الإنس والجن فهذه الفترة التدريبية الله عز وجل وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة والزوج في اللغة العربية تطلق على الرجل وتطلق على المرأة الرجل زوج والمرأة زوج وكلاهما زوجان وما هو الزوج هو الشيء الذي يحتاج إلى مثيله ليكمله سبحان الله وذلك خلق الله من كل زوجين دايما سبحان الله زوج يعني الشيء المتماثل وذلك لما ربنا سبحانه وتعالى وليه وأصلحنا له زوجه يعني سيدنا زكريا لأن امرأة صالحة على نفس التماثلية يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة لكن في قضية سيدنا نوح وسيدنا لوط لأن زوجة كليهما ما كانت إحداهن صالحة سبحان الله فقال وامرأة نوح وامرأة لوط لأن الزوجية غير موجودة يعني الزوجية غير موجودة نوح ولوط من الصالحين أنبياء المرسلين وزوجة نوح وزوجة لوط كافرة كلاهما كافرتين فقال وامرأة نوح وامرأة لوط سبحان الله آسيا امرأة فرعون إنسانة مؤمنة ولكن فرعون رجل غير مؤمن فاسق فاجر طاغي قال ربنا وامرأة فرعون ما قال زوجة فرعون لأن الزوجية التماثلية غير موجودة سبحان الله إذن فقضيت أن أسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها حيث شئتما رغدا ولا تقرب هذه الشجرة نقف دقيقة عند الشجرة كل الأشجار والثمار يا آدم أنت وحواء زوجك حلال عليكم ما عدا شجرة واحدة ما عدا شجرة واحدة هذه الشجرة لدع للخوض في التفصيلات تمثل ما حرم الله عز وجل يعني إيه؟ يعني الله عز وجل أحلى عشرات الآلاف من المطعمات الأكل يعني ولكن حرم الميتة والدم والخنزير وما أهدنا لغير الله يبقى فيه أنواع محددة خمس ستة أنواع هم الحرام في الأكل أحلى آلاف المشروبات ولكن حرم إيه؟ المسكر فقط يعني كله حلال كله على الحل والإباحة إلا ما جاء نصه إيه؟ يحرم سبحان الله إذا جعل لك الأكل كله حلال مع عدا نوع واحد جعل المشروبات كلها حلال مع عدا مشروب واحد فتمثل هذا الحرام في الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة سبحان الله فتكون من الظلم ربنا سبحانه نهاهم جاء إبليس من زاوية ضعف ابن آدم أو ضعف آدم التي ورثها آدم لبنيه خلق الإنسان إيه؟ ضعيفا هذه الصفة الأولى الصفة الثانية ولقد عهد إلى آدم من قبله فناسيه ولم نجد له عزمة يبقى عندنا ثلاث صفات لآدم وبنيه الصفة الأولى هي الضعف بالذات لما يكون مثلا إيه؟ عندك ولد والولد ده يعني يريد مثلا شي معين وأنت لا تستطيع أن تشتريه له ربما تدخل نفسك مداخل الشبهة والحرام عشان ترضي لإيه؟ لأن الولد مجبنة مجبنة يعني يخذيك جبان مبخلة يخذيك بخيل بعدما تخرج المئة ده ولد عايز قميص ده ولد عايز كذا الولد إيه مبخلة مجبنة سبحان الله فقضيت أن الإنسان خلق ضعيفا كزاوية بالنحية الشهوات الغرائز إلى آخره ثم خلق إيه؟ خلق الإنسان لينسى سمي الإنسان إنسانا لأنه إيه؟ ينسى ولولا نعمة النسيان لقتلت الأحداث الحوادث يعني والمصائب الإنسان يعني مثلا مثلا واحد يحب أباه حبا جما أو أمه أو ابنه مات هذا الأب أب يعني ظل يعني سبحان الله يعني الخنساء ظلت تبكي أخاه صخرا أربعين سنة أربعين سنة تلبس الأسود وخطام ناقتها أسود وغرارة جملها أسود يعني شيء عجيب سبحان الله فالنسيان الله عز وجل يعطي هذه النعمة للإنسان كي ينسى ولكن فيه النسيان وفيه تناسي وليس هذا موضوع الحوار فيها يبدأ الإنسان ضعيف وبعدين ينسى ولقد أعهدنا إلى آدم من قبله فنسيا ولم نجد له عزمة عندهش عزيمة أول ما قالوا يا آدم أذكر أنت وزوجك الجنة الجنة كلها حلال عليك ما عاد هذه الشجرة جاء الشيطان قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين إذا أكلت يا آدم أنت وزوجك من هذه الشجرة يحدث لك أمران عجيبان الأمر الأول أن تخلد في الدنيا سبحان الله الأمر الأول أن تصير ملكا الملك لا يعصي لا يخطر بباله المعصية لا ينام سبحان الله لا يسيء لا يتعدى الحدود طيب من مننا لا يريد أن يكون ملكا فبحك عليهم الشيطان ما نهاكم يا ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين تخلت في الدنيا والإنسان يحب الخلود قات أكثر الناس يعني يأسم من الدنيا الدنيا متعبة والدنيا وعنا يقروض وعلي مبالغ وعلي ديون وعندي مشكلة وزوجتي مريضة وابني مريض وولدي وابنتي مش عارف إيه فتقول له يعني تحب ملك الموت يزورك اليوم يقول ده يا شيخ يعني يعني فيش أفتفضلك شوية يعني أنا بدردش معاك يعني على طول سيرت الموت سبحان الله فقضية المدني يعني بالذات إيه ولد أنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا يودوا أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزيه من العذاب أن يعمر فالإنسان من أحب لقاء الله أحب الله لقاه ومن كره لقاء الله كره الله لقاه لكن داخلنا محبة الخلود كيف أول ما زوج وزوجة يتزوجه ويتأخر الحم شهر اثنين تبدأ الأم القلق ويبدأ الأب في القلق تبدأ الأسرتين في القلق طب يعملوا تحليل طب يعملوا مش عارف إيه الله ليه لماذا نقول لك نفسي في ولدي يعمل صوت في البيت نفسي في بنت سبحان الله معنا ربنا أقول إيه يعني يبدو من يشاء إناثا ويهبو لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيما يعني إذن فيه نوع رجل أو امرأة عقيب ولسه في هذا عيب أبدا ولكن إذا أرادت المرأة أن تتخلص أو تنفصل عن زوج لا ينجب أو رجل أراد أن يتزوج لأن زوجته لا تنجب هذه حرية شخصية لكن هذا عيب أبدا الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى يعني يحرمه من نعمة البصر واحد يحرمه من نعمة السامع واحد يحرمه من نعمة المشي هذه سبحانه الله ابتلاء لا يعلم ثمرته إلا المبتلي سبحانه هو الذي يبتل العبد بهذا يبتل العبد بذلك قد يكون الولد فتنة قد يكون قدة الولد فتنة قد يكون البنت نعمة قد يكون البنت نقمى وهكذا وقد يكون عدمهم خير أو عدم وجودهم وهكذا كل واحد له ظروف ما تعملش فتاة عامة الفتوى لا تعمم كل حالة ليحالة المهم ما نهاكم يا ربكم عن تلك مشارة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين فالإنسان في قضية الخلود عايز إيه يخالد فيقولك أنا عايز ولد يحمد اسمي فدي قضية الخلود الداخلية اللي عند أبينا فدلاهما بغرور لحد إيه اقتنع أبونا آدم أنه أول ما يأكل من الشجرة هو وأمنا حواء يتحولوا إلى أمرين هما غاية الحي أو يتمناهم الحي أن يخلت في الدنيا ولا يموت سبحان الله العظيم الأمر الثاني أن يصير ملكا لا يعصر لها سبحانه فضحك عليه الشيطان بأن جاء له من أمر محبب إلى نفسه يضع السم في العسل لأنه قال ربنا ولا يغرر لنك ويغررهم بالله الغرور يعني يغررهم بالله الغرور الغرور الذي يعني يغررك ثم يضرك يغررك ثم يضرك سبحان الله العظيم عند هذه اللحظة أكر من الشجرة فبدت لهما سوآتهما فمن باب الاستحياء طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى ثم أمر الله عز وجل خلق بطو منها جميعا بعضكم وبعض عدو سبحان الله نزل أبونا آدم نزلت أمنا حواء إلى هذه الأرض لأن الله من البداية قال إني جاعل في الأرض خليفة إذن الجنة دي كانت إيه مرحلة متوسطة تدريبية يتدرب آدم ويدرب بنيه من بعد أن من عصى وأراد أن يتوب فهذا هو الباب مفتوح إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين في هذه المرحلة التدريبية في هذه الجنة التي وجدت فيها أبونا آدم تعلم كيف أوب إلى رب العباد فعلينا جميعا أن نأوب إلى رب العباد كلما أخطأنا عسى رب العباد أن يجعلنا وإياكم من الذين تابوا وأنابوا وأخلصوا ورجعوا وندموا ووقفوا على باب الله الذي ليس له باب وليس عليه بواب اللهم تب علينا جميعا يا رب العالمين نقبل حديثنا بعد هذا الفاصل إن شاء الله رب العالمين وأنا تلقى أسئلتكم في موضوع الإنسان الأول على الأرقام التي تورد عليكم إن شاء الله رب العالمين كنوا معي بعد الفاصل أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم أحبة في الله مرة أخرى ونحن نتحدث عن الإنسان الأول قد يقول البعض هذه طبيعة في أبينا آدم أنه لما لقى الشيء موافق لغريزته وشباته راحوا بند يده وأكل لا يعني الشيطان لما جاء أدم الإنسان الأول كان طاهر الظاهر والباطن فكان لا يظن أن أحدا يقسم بالله ويكذب لأن الله يقول عن القصة في القرآن وقاسمهما يعني أقسم إبليس لأبينا آدم وأمينا حواء إني لكما لمن الناصحين سبحان الله فلما أقسم لهما صدقاه قال شيث ابن آدم يا أبتي تطيع الشيطان وتعص الرحمن قال والله يا بني ما ظننت أن أحدا يقسم بالله كذبا أبونا آدم كان منتهى البراءة أن يعني ظن أنه ليس مخلوق يقسم بالله كذب يعني في مثل معروف في البلاد العربية قالوا للحرام احلف قال جارك الفرج والعذب الليها رب العالمين لأنهم يقسم يا خبر أبيض على الأيمان الكاذبة والأيمان سبحان الله وذلك الدعاء السوق إيه والتدخل السوق اللهم إني أعوذ بك أن أكسب فيها صفقة خاسرة أو يمينا فاجرة مجدرون السوق يعني السوق اللي فيه المحلات أنت لما تعمل تطاقة صفقة في مكتبك سبحان الله ما أنت سبحان الله العظيم ما هذا سوق يعني سبحان الله طيب نبدأ في الأسئلة إن شاء الله رب العالمين نعم أول سؤال نعم تفضل السؤال أنه من أنواع الابتلاء أن يخلي الله بين العبد وبين نفسه بس إذا ممكن تشرحه لنا يا شيخ وكيف يصلح الإنسان بعد ذلك بارك الله فيك شكرا الله لك بارك الله لك السؤال الأول أن من أكبر أنواع أو أنواع الابتلاء الضخمة أن يخلي الله عز وجل بين العبد وبين نفسه حقيقة لماذا هنا في الدعاء دائما نقول إيه اللهم لا تكدني إلى نفسي طرفة عيد ولا أقل من ذلك وأصلحني شأني كله إن وكلتني إليك يا رب وكلتني إلى قوة وعزة وإن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضعف وعيلة فحقيقة الأمر أن الله يخلي بين العبد وبين نفسه يعني يمنى عنه حمايته سبحان الله لأن ربنا يقول إيه إن الله يدافع عن الذين آمنوا فانت خلي نفسك مؤمن عشان تدخل في معجة من يدافع عنهم رب العبادة عز وجل ما فهكذا إن شاء الله ربنا يرفع عننا وعنكم الابتلاء السؤال الذي يليه نعم نعم تفضل تفضل يا أم محمد ألو أيوة نعم السلام عليكم وعليكم السلام وعحمة الله وبركاته الله يرضى عليك يا سيدي الشيخ وعليكم أريد أسأل الإنسان نزل من الجنة بصورة الإنسان أم كما يقال إنسان أن يتردال ومشى على بطنه ولا أعلم بارك الله فيه هذا السؤال إلى إذا أمك سكر الله لك أختنا تسأل الإنسان عندما نزل إلى هذه الأرض نزل بشرا سويا كما نرى نحن أنفسنا اليوم يعني سبحان الله إن الله خلق آدم على صورته على صورته التي خلقها رب العباد عليه زي ما نحن كده صورتنا هذه كان أبونا آدم بس أبونا آدم كان ستون ذراعا في السماء يعني كان حجم ضخم كده وسوف نعود يوم القيامة بإذن الله على صورة أبونا آدم ستون ذراعا في السماء يعني إيه ستون ذراع يعني لو كان مثلا مثلا الزراع خمسين سنتيمتر مثلا إذا اختلفت المقيس في الزراع هل هو خمسين سنتيمتر أو خمسة وسبعين سنتيمتر فأي القضية مثلا ستون ذراعا يعني واحد تلاتين تلاثون مترا تلاتين متر يعني تسعين قدم يعني طابق بناية كده ما شاء الله من كذا سبحان الله فعلى كل نعني نحن هبطنا من الجنة على صورة كهذه الصورة التي نرى ولكن ربما كان الحجم بي يعني على بطل الإنسان نزل بشرا سويا هذا الله أعلم أيوا السؤال الذي يليه نعم الأخي توفيق من الكويت مرحبا أم توفيق أهل نفسك السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته مرحبا ألو أيوا أم توفيق أسمعك يعطيك العافية ويبارك فيكم يا رب الله يخليك سيدنا الشيخ أعدي سؤال الوقت اللي سيدنا آدم أكل من الشجرة طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى كان يعلم أنه بده يغلطها بغلطة يعني بمشيئة الله نعم بعلم الله فهل نحن نخطئ في هذه الدنيا بمشيئة الله طيب فهمت السؤال بارك الله فيكم أولا الإنسان بكسبه يعني لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني يدي هي التي امتدت أو يدي أبينا آدم خلينا نتصور نفسنا مع الإنسان الأول أبو آدم يده امتدت واستمع إلى نصيحة الشيطان والشيطان قال له أنت لما تكو من الشجرة لي تصير مخلدا ولما تصير مخلد وتصير ملك كمان فمد يده بنفسه أما رب العباد بمشيئته رب العباد بعلمه لأنه لا يقع شيء في هذا الكون إلا بعلم الله الله يعلم أن آدم سوف يحدث لكن لم يجبره على هذا ولم يقهره على هذا وإنما الله سبحانه وتعالى نهاه ويعلم ضعف هذا الإنسان هذا علم ولكن هذا العلم ليس إجبارا لأبينا آدم فلمد هذا إنما الذي مد يده هو مشيئة آدم نفسها وعقل آدم نفسه زي الولد العقد أبيه وأمه وهذه يقول والله أنا مشيئة الله اختطت أن أشتم أبويه أن أنا أطرد أمي من البيت أن أنا أعقها لا هذه مشيئته هو كبشر هو الذي عق أمه هو الذي شتم أباه هو الذي يعني تعدى الحدود هو الذي أبى ورفض وهكذا والولد الآخر هو الذي أطاع والذي سمع وقال سمع أن أطاعي أبتي لبيك أمي بهذا المنطق إذن هي مشيئة العبد بعد علم الله سبحانه وتعالى نعم السؤال الذي يلي أيوة دكتور عمر السلام عليكم وعليكم السلام وحبايا وبركاته الله فيك العافية وعليك فيه أهلا أخي سعيد ما شاء الله الله سليك الله أحبك في الله الأولى أحمد الله الذي أحببتك فيه بارك الله فيك الله يكرمك رب بسأل السؤال حضرك بسأل السؤال عشان استفسار سريع كيفيت يعني عيشت سيدنا آدم قبل نزول إلى الأرض نعم كان بيأكل وبيشرب زينا طيب بارك الله فيك شكرا الله لك طيب على كل يعني هذا علم لا ينفع وجهن لا يدور لكن على كل على كل أنا يعني في عقلي المحدود يعني أقول أن أبانا آدم عاش يعني أن يأكل ويشرب كل سبحان الله حيثوما شئتوما رغدا إذن فيها أكل فيها أكل وفيها شراب وغلبس ما عادا الأكل من الشجرة إذن كان بيأكل هذا بالنص يعني أن هذا هذه جنة فيها من الطعام وفيها من الأشجار فيها من الثمار فيها من الخيرات كنوا حيثوما شئتوما رغدا خلاص كنوا سبحان الله بس المهم لا تقترب من هذه الشجرة إذن كان يأكل ويشرب نعم أيوا السؤال الذي يليه نعم أيوا تفضل يا أخي رامي أم رامي أخي رامي أهلا وسهلا السلام عليكم وعليكم السلام عليكم يا بركاته والله يا أستاذ يا شيخ نعيز أسأل في نفس الوقت الشيطان غوى آدم وحوى في نفس الوقت نعم في مسألها بتصير التشاؤم إنه لا حوى ولا آدم أي واحد منهم ما نصح التاني إنه ما يستمع لكلام الشيطان نعم فهذا يدل على إنه في الدنيا إذا نصحت المرأة زوجها أو هو نصحها نعم فيكون نفس الشيء بارك الله فيك دعم وصلنا السؤال بارك الله فيك هو يبدو كان حوى يعني الأولى يعني هذه بس للطرف يعني مطيعة ماء بالماء لزوجها لا تناقش ولا تجادل لكن يعني هذه الطاعة كانت ليست في مكانها لكن كما ضحك الشيطان على آدم ضحك على حواء يعني هي أكيد اقتنعت كما اقتنع زوجها بأن لو أكلت من هذه الشجرة تصير ملك من الملائكة ومن منها يرفض هذا من منها يرفض لأحد وأن تصير مخلدة أيضا كزوجها فيبدو أن اقتنعت بنفس قناعة آدم وهذا ملمح جميل من السائلة أن فعلا لما الزوجة تجي الزوجها بيتعد عن طريق الله هي أن تنصح بالهدوء بعد أن يقول لها رصيد من محبة في قلبه وأيضا إذا رأى الزوج زوجته لأن الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولا إيمة المسلمين وعمتهم يعني احنا مطالبين بالنصيحة وقد يأتي يوم القيامة يتعلق أحدنا في رقبة الآخر ويقول لما لم تنصحني أنت رأيتني على باطل لما أنصر أخرك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله أنصره مظلوما كيف نصر له ظالما قال أن ترده عن ظلمه فذلك نصر له وذلك إنصار سبحان الله نعم نعم آخر مكالبة نعم تفضل علي السلام عليكم عليكم السلام وبركاته يا شيخ أريد أسأل دائما يقولون أن الحواء ناقضته عقل ودي ما يقولون الرجال ما يأخذون بكلامه أبدا ما صحة هذه المقولة لو سمحت طيب بارك الله فيك وليه هذا موضوع يعني وخرجنا كده على الإنسان الأول وجدنا نحن للإنسان الأخر على كل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب النساء يوم العيد ويقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل العاقل منكم يعني الرسول يريد أن يداعب النساء يوم العيد مش ممكن الرسول يدخل عليهم حزن يوم العيد لكن قضية أن هل عقلها فعلا أنقص من عقل الرجل حيانا والله في بعض النساء عقولهن تازم يعني سبحان الله عقول الكثيرين والكثيرين لكن القضية تعود إلى صلة أحدهما بالله سبحانه وتعالى فأنت يا ابنتي لا تغضبي إذا قال زوجك أو ولي أمرك أو أي إنسان يعني أن على طول دايما يعني عمل على بطار زي ما يقوله في العمية بعض الأزواج أو الأباء قول أنت ليس لك رأي أنت حر ما أسكت أنت تفهمش أنت ناقصت عقل ودين أبدا والله كان الرسول صلى الله عليه وسلم يشاور عائشة ويشاور ويشاور سبحان الله ويستشير أم سلم وأخذ بمشورتهن عليه الصلاة والسلام وكان يسمع لهن وكان في درس يوم لاثنين للنساء وكان يجلس ويعظهن صلى الله عليه وسلم فمن الذي يقول أن هذه قضية نعممها يعني ولكن نفهمها في حدودها الطبيعية حقيقة الأمر أن الإنسان الأول يعني لعل لمحنا سريعا بقضيته وقضية أبينا آدم وقضية خلقه ووجوده في الجنة ثم فبوطه إلى هذه الأرض ولنا مع القرآن والإنسان حلقات أخرى إن شاء الله رب العالمين نختم هذا اللقاء بدعاء عسى أن تكون ساعة الإجابة سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعلنا والمستمعين ومشاهدين جميعا جمعنا هذا جمعا مرحومة وتفرقنا بعده تفرقا معصومة لا تجعد بيننا شقيقا ولا محرومة فق اللهم الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين اقضى حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين هيا لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ووفقنا لما تحب وترضاه يا أرحم الراحمين متعنا بالنظر إلى وشك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله وصلنا الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا ربي كثيما كثيرا أحبتي في الله سعدت بكم وبلقائكم في هذه الحلقة وكل حلقة أسعد بوجودي معكم وأتمنى أن أكون زائرا خفيفا ظل عليكم في بيوتكم عبر هذه الشاشة وأدعو الله سبحانه وتعالى